موسيقى يشهد الصيف مشاكل عديدة نظراً لارتفاع درجة الحرارة تقريباً بجميع المجالات لكن وصلنا نتيجة لتلك الحرارة إلى مشاكل اجتماعية تطورت حتى وصلت للمحاكم اليوم ضيفنا المحامي علي العلي رح يسلط الضوء على أبرز تلك القضايا وشن الأسباب اللي تخلي الأمور تتطور وتوصل إلى المحكمة حياك الله استعليك ممس عليكم جميع السادة المشاهدين في برنامج مسائي حياك الله هل صحيح أن مع ارتفاع درجة الحرارة تزيد القضايا عندكم بالمحاكم؟ طبعاً في البداية احنا فعلاً كنا في السابق في فترة الصيف تسمى هي الإجازة القضائية فكان المحامين وحتى الجهاز القضائي يقوم بالتعطيل أساساً وحتى الناس يعني الكل كان يعرف أنه هو قضيته فترة الصيف إذا ما خلصت رح تترحل إلى الموسم القضائي القادم اللي هو يبدأ طبعاً من شهر تسعة وينتهي في شهر ستة نعم وعب على الجهاز القضائي في بداية الموسم فبالتالي بما يسمى بالأجازة القضائية فهذه انتهت وزالت في دولة الكويت بسبب الكم الهائل من القضايا نعم بالنسبة لك كمحامي وقانوني شنو هي أكثر القضايا اللي الحين قاعدة تزيد خلال فترة الصيف أو اللي اكتشفتوها عفواً خلال هذا الموسم نعم طبعاً نحن دائماً نحذر في فترة الصيف يتم زدياد قضايا الأحداث نعم اللي أهم نقدر اليوم نقول من بعد مواليد يعني عام 92 أو 90 واللي بعده ايه هذه الفئة فئة الشباب بسبب الإجازة الصيفية سواء طلاب الثانوية العامة سواء طلاب المعاهد أو الجامعات بسبب وقت الفراغ تزيد قضايا الأحداث بشكل كبير نعم وكلنا قاعد نشوف هالأيام في المقاطع اللي ايه هي الهوشات اللي صارت سواء في شويخ الصناعية المشاجرة الكبيرة نعم أو سواء في المولات أو حتى في الشوارع ولكن قاعد نشوف على أسباب تافهة مع الأسف نشوف بأن هناك تزهق أرواح وأحد قاعد يسوق سيارة وهم ما عارف شقاعد يسوي قاعد يدعم في الناس وما يدل شنو عقوبتها أو المشاجرات أو حمل بعض الأسلحة البيضاء أو الآلات الحادة أو حمل بعض الأسلحة حتى النارية فقاعد نشوف هناك جهل في القانون وثقافة العنف موجودة بين الشباب وهذه الثقافة أصبحت في دولة الكويت تزداد بشكل كبير سواء في جرائم القتس ويعني مع الأسف مو من أعمار كبيرة من فئة مهمة في المجتمع وهل هم تعبوا عليهم والبلد أيضا يتعبوا عليهم نشوف أن هذا الشاب يضيع عمره في فترة الصيف يا أنه في السجن أو يكون في إعداد الموت فالموضوع جدا خطير إذن أستاذي أين تشوف السبب؟ يعني إحنا في عندنا قوانين صارمة قاعد تردع هذا الموضوع يعني اللي ممكن أنه يرتكبها يدري شنو العواقب الوخيمة اللي ممكن أنه يواجهها فالسبب وين؟ فأنا أقول شوين أسباب؟ هل هو وقت الفرق فعلا؟ هذا طبعا واحد من أهم الأسباب وقت الفرق وقتل هذا الوقت لازم على الأهالي أن يودون عيالهم في النوادي يشيرون وقتهم نشوف بعض الشباب قاعدين اليوم يشتغلون في بعض المطاعم وفي بعض المجمعات وهذا شيء مو عيب بالعكس عنده وقت فراغ مو مسافر قاعد في الكويت ليش يقعد بهذا الوقت الفراغ الكبير خل يقوم بهواية خل يقوم بعمل باتش رح يكون عنده وأيضا ثقافة في هذا العمل رح يتعامل مع الجمهور فإذا إحنا اليوم ما دخلنا في نادي ولا إحنا دخلنا في عمل وصار عنده وقت فراغ فهذا من الممكن الإنجراف حتى لو كان شخصية صالحة ممكن من ربعه أو غيره أيضا من ضمن الأسباب انتشار المخدرات اليوم ثلاث ترباع القضايا من متعاطين هو ما يدش قاعد يسوي اليوم مع الأسف دخول الكميات الهائلة في دولتنا الحبيبة من الحبوب ومن المخدرات ومن مواد جدا خطرة هذا موضوع جدا شائك ويحتاج الكثير من الحلقات وحتى اليوم بعض الأدوية قاعد تنبع بالصيدليات وهذا موضوع جدا خطير تحت مسمى بعض الأدوية ولكن هو مؤثر عقلي نعم وهذه أنواعي ديدة فبالتالي فئة كبيرة اليوم قاعدة تتعاطى فهذا أيضا من أحد الأسباب فهذه الفئة يجب أن نقوم بعمل مراكز علاجية لإنهاء حالة العنف شوفي في أمريكا وفي أيضا في كندا وفي كثير من الدول المتقدمة عندها مراكز علاجية للعنف لأن العنف هو مرض وهو أيضا شيء ظاهرة ممكن يكون في الطفل ممكن يكون في الكبير في الصغير وهذه الظاهرة تسبب طلاقة تسبب انهيار المجتمع تسبب أن يقوم بجريمة وهو يفقد الإدراك العنف هو حالة يفقد في الإدراك صحيح فيقوم بعمل شيء وهو فاقد لإدراكه صحيح احنا مع الأسف في الكويت ما عندنا مركز لعلاج حالات العنف وهذا يحتاج إلى ناس طبعا متخصصين نفسيين وأيضا يقومون حتى في كثير من الأمور تخص يعني خنقول يعني في جانب الرياضة بعض التمارين لا ناس مختصين أنا قاري في هالمجال وقع يشوف أنه في الدول الخارج فعلا قاموا بالحد من ظاهرة العنف من خلال أيضا أحد الحلول وهو وجود المراكز العلاجية أيضا من القضايا اللي اليوم انتشرة في فترة الصيف وهي اللي قاعد تصير في الواجهات البحرية وفي الأماكن البحرية نعم شوفي حالات الحوادث اللي قاعد تصير سواء في الجتات سواء في الطراريد كثير من الحالات نشوف أن هذا اللي قاعد يسوق الطرارد أو هذا الجت وهو ما يعرف كل الشغلات اللي فيه ممكن أنه مثلا لو يعلق فيه كبسة مثلا مالة البانزين أو ما يعرف أنه يتعامل ما يعرف شو يتعامل شوف واحد أنه قاعد يلعب فهو يطيح من الطرارد أو من الجت إيه الثاني من وراء أنه بخرعه فيضرب مثلا راسه أو شيء كثير من القضايا وحالات الوفاة قاعد تصير يعني خلال هذه الأيام أيضا تنتشر في البحر ممكن إحنا قاعد نركز بس على الشوارع ولكن طبعا الأخوان المشكورين في وزارة الداخلية أيضا في جانب طبعا خفر السواحق يقومون أيضا بدورهم والكثير ترى من البلاقات قاعد تصير أيضا في البحر يعني من خلال بعض الشباب يقومون بعمليات استهتار سواء في الجزر أو غيره وتكون أيضا في النهاية يا عن مشاجرة أو عن حن مثلا مثلا عن سنة في جريمة قتل أو أن أحد يطيح ويتعور يشير فيه حاله نعم أستاذي دامنك ذكرت سالفة العنف والمشاجرات وغيرها من هذه المواضيع اللي قاعد تحصل في الآوينة الأخيرة شنو رأيك بموضوع التعرض على الكادر الطبي والتعدي على الدكتور طبعا هذه شهدناها وكثير صارت ومع الأسف القانون يحتاج إلى يعني يعني فعلا يحتاج إلى تعديل يعني الموظف العام حاطين الدكتور تحت مسمى الموظف العام نعم وهي تعتبر من قضايا الجنح وليس من الجنايات دكتور يقوم بعملية بغض النظر الآن في حالة صارت لا سمحها صار في مضاعفات في الحالة ما يتم الهجوم على غرفة العمليات ومحاولة الضرب والاعتداء على هذا الطبيب يعني يوم الدكتور عمل مقدس يقوم فيه ويحترم فيه جميع دول العالم مثل يعني حتى المحامد طبيب رجل الطفاء في بعض المهن لها قدسية معينة تعامل مع حالات معينة فهذه أيضا تحتاج إلى التغريض في العقوبات وأن لنا شنو حاط للإعلان ترى أي واحد يقوم بضرب دكتور في كل مستشفيات غرامة أو الحبس بس هو الحبس شنو؟ وهو عبارة عن جنحة يعني تحت الثلاث سنوات نعم فبالتالي لكل حافظ بس الغرامة لكن لما يدر لأنه نيابة راح تحقق راح يحاكم أمام محاكم الجنايات ممكن تكون أيضا بالإضافة إلى أنه هم بحاجة إلى أعطاء دروس خاصة في العنف لأن هذا اللي صار عنده عادي الاعتداء على هذا الدكتور ترى ما بدت معاه من هاللحظة صحيح هناك أوليات وهناك شغلات صارت معاه وصلتها أنه ممكن يدخل إلى هالمرحلة صحيح إلى هالمرحلة فبالتالي إحنا بحاجة إلى تأسيس لحالات الأسرة اليوم تشوف الطفل بدأ يعني يقوم مثلا بالتكسير يقوم بعمليات تؤدي أنه ممكن راح يكون من المجرمين مثلا في المستقبل هنا إحنا لازم شنقول نقول تعال ستوب هناك مركز للعنف مع الأسف الألعاب الجيمز هذه اليوم ما حد ترى قاعد ينتبه لها هذا اليوم قاضي البيوت صحيح القتل وشلون ينحر الراس وشيله ويركب وشلون يقوم بعمليات مثلا الاعتداء كلها الألعاب فيها عنف وقتل أيضا بحاجة إلى إعادة النظر في هالجانب ففي فترة الصيف نشوف مثلا أيضا نرجع إلى يعني السؤال الرئيسي أيضا كثرة القضايا التي تنتشر في الصيف وهو قلنا إحنا طبعا أول شيء لو سن الأحداث بعدة أمور سواء يعني في البحر سواء يعني ليه ظاهرة المشاجرات أيضا قلنا اللي هو يعني أيضا من حالات العنف اللي أنت مثلا قلت اللي هو الدخول على المستشفيات أيضا عندنا من ضمن الحالات وهي سرقة المنازل أكثر الناس في الصيف يكونوا راح يمسافرين صحيح يا أن البيت كله مسافر حتى مع الخدم أو أنه مخلين بس الخدم فأكثر الناس خصوصا الذهب والاكسسوارات بعض الأموال تكون موجودة في البيت والحرامي دائما السارق يتأكد أن هذا البيت ما في حركة ما في دخول خروط سيارات يراقب بشكل دقيق فيشوف أنه تأكد ما في إضاءة فهو يعرف أنه هذا البيت اللي فيه كلهم سافرين حتى لو يدخل يلقى الخدم ما راح يقدرون يقاومون العصابة اللي يا يا البيت فبالتالي أيضا من كثرة القطاع اللي تصير حتى عندنا في الصيف وهي سرقة المنازل فإحنا دائما نقول حق الأهالي اللي عنده مثلا تجوري في ذهب واللي عنده شيء ترى اليوم معلومة هذه حق المشاهدين كل البنك عنده صندوق يحتفظ بالمجوهرات والأمور الثمينة على ما تروحون تسافرون وعلى ما أيضا شون ترجعون هذا غير الاحساب بالجاري في البنك هذا يكون صندوق خاص وليس حتى هذا اللي هو الوديع لا هذا غير الوديع وغير الاحساب هذا عبارة عن صندوق يتم الاحتفاظ بجميع الأمور الخاصة والثمينة على ما أهم يرجعون أيضا من الحالات اللي قاعد نشوفها الآن بازدياد وهي كثرة الحراغ في فترة الصيف وهذا غضايا الحراغ قاعد نشوف يعني حراغ جدا ضخمة صحيح شفنا في الفترة الأخيرة الكثير من المباني قاعدة تحترق والكثير من المجمعات قاعدة تحترق أيضا بالضبط فهذه طبعا تدخل في قضايا جدا ضخمة وتعويضات كبيرة لأن هذه الشركة أو يعني صحاب العقار اللي مسوين أكثرهم يكونون قايمين بعملية التأمين نعم التأمين ما يأخذ مبلغ قيمة حريق كامل ولا قيمة عقار كامل أكيد يأخذ مبلغ معين يتوقع بأنه إن شاء الله ما راح يصير شيء فمثل هذه الظاهرة اليوم راح يعيد حسابات شركات التأمين أكيد أننا اليوم هذا الحريق اللي صار وممكن يعني هذا التكلفة اللي يعادة الحال على ما كان عليه يكلف اليوم بالملايين أكيد فبالتالي حتى لهم شركات التأمين تعاني في فترة الصيف من العقود اللي أهمهم موقعينها أننا راح يدخلون أيضا في قضايا كثيرة في فترة الصيف البعض كان يقول أنها فترة الإجازة العائلة تكون مرتاحة وتخف معدل قضايا الطلاق نعم ولكن إحنا شفنا العكس في فترة الصيف وهو موسم الطلاق الحقيقي لا حول الله مع الأسف تكون الزوجة أو الزوج خلال فترة العام الدراسي هذا اللي عنده صبر ويتحمل نفسه أنه ينطل ليل إجازة على أساس أن الأعيال فترة امتحانات وماني بيهم أن أهم الحين يتأثرون فيأجل الموضوع إلى فترة الصيف إلى فترة الصيف على أساس سالفت إذا بيت الزوجية راح ينهى طبعا إحنا سفنا قاعد نقول هالكلام ولكن هذا واقع لأن الزوجة بتشيل أغراضها تروح بيتها لها أو بيت ثاني حقها وهو نفس الشيء ففي لوية مثل ما نقول شيلة الأغراض نقل اليهار الحضانة عند منه هذه الدوخة يأجلونها إلى فترة الصيف نعم دكتور إحنا بنتكلم على هذا الموضوع محامل إن شاء الله نصر دكتور أستاذ علي راح نتكلم على هذا الموضوع أكثر لكن مطرين نحن نروح الفاصل وراجعين رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل وحديثنا اليوم مع المحامي علي العلي حول أكثر القضايا خلال فترة الصيف استوقفنا عند نقطة وهي الطلاق كلمنا عنها أكثر يعني مثل ما قلنا قبل الفاصل أن في فترة الصيف بعض العوائل تطبط هذا الوقت أن يكون في فترة الإجازة لإتمام عملية الطلاق وهذه قلت الفئات اللي عندها صبر يعني إحنا اليوم نتكلم عن عام 2017 من بدايته إلى إحنا الحين نعتبر في منتصف العام شار سبعة وصوت حسب حصائية وزارة العدل إلى بما يقارب 3400 حالة الطلاق تغريبا عدد كبير عدد كبير جدا يعني إحنا في اليوم الواحد من 20 إلى 30 حالة وأنا أتحمل هذا الكلام نعم من 20 إلى 30 حالة الطلاق يوميا نعم فبالتالي إحصائية جدا مذهلة وخطيرة هل الأستاذي في أسباب مقنعة للطلاق يعني اللي تأدي إلى هذا العدد الكبير شوفي يعني في عدة أسباب في أسباب نشوفها جدا تافهة ما أحد قادر تحمل المسؤولية عالم الموضع اللي دخل علينا سوء استخدامه واقع التواصل الزوجة تشوفها قاعد يكلم بنات أو هو يشوفها في بعض الحالات قاعد تكلم أيضا يعني شباب يعني عدم الإحساس بالمسؤولية ضحية الأولاد اللي اليوم نحن نشوفهم يعني حتى اليوم سوينا محكمة أسرة وتم إنشاء هذا المحكمة للحد من ظاهرة الطلاق ولكن مع الأسف بل شفنا الأمور ما زالت قاعد زيد محكمة الأسرة يحاولون أن يبونوا الطرفين وهو قسم الخاص بالاستشارات الأسرية ويوقفون عملية الطلاق في السابق كان يتم رفع الدعوة بشكل مباشر اليوم لا يتم تقديم طلب وما ياخد موعد جلسة إلا لما رح ينادون الطرفين يحاولون قبل الذهاب إلى المحكمة أن يكون هناك محاولة للصلح لكن ما شفت ولا حالة فعلا صارت يعني قليل جدا يعني إحنا طبعا نحاول كمحامين ويفترض يعني في المهنة بأن لا نزيد النار حطب أو نزيد البانزيل مثل ما يقول لا يجب علينا أيضا من جانبنا المهني أن نصلح لأن قيمة الأسرة ويعني تكاملها لا يقدر بأي عقد أتعاب للمحاماة وهذا شعوري وشعور كثير أيضا من الزملة فبالتالي يجب علينا أن نبني هذه الأسرة كثير من الحالات تيني الزوجة منهارة لأمور معينة سلوكية أو مثلا أخلاقية في الزوج فإحنا نحاول أن نهدي هذا الوضع نقول له صار هي شي طبيعي رح يصير الطلاق أخذتي من الحضانة والنفقة وأخذتي كل شي حقوق معات صح رديتي يعني حق قصرتك وبيتكم صح موجود هذه مو كسرة أن أنت لما لما أنا اليوم ما رحت بيتنا لا وهلي موجودين ما رح يقصرون معاي بس بالتالي الكل بيروح قرفته الكل بيروح بيته نعم أنت اللي من داخلك مكسورة نعم فلو في مجال أننا إحنا لهذا الزوج نخليه إلى إنسان صالح فأول أفضل صحيح ما فيه واحد اليوم معصوم من الخطأ صحيح صارت لها مشكلة واحدة اضحكت عليه وهو سبب وهو في حالة مثلا يعني خنقول البخل أو مثلا الاعتداء بالضرب نعم أو أي مرض من الأمراض اللي أهو قع يعاني منها نعم ممكن نحن نعالجها يعني تييني بعض الحالات واحد يحب كله يقعد مثلا بالظلمة الحالات النفسية المستحسية حالات نفسية مسوه رعب في البيت مسوه رعب حق عياله معقد فيه مثلا بعض المشاكل تودي علاج ماكو فايدة يعاني من الضعف الجنسي ومو قايل حق زوجته وقت الزواج وهذه ظاهرة وايد منتشرة الأم تزوجه وتقطع على بنت الناس وروح شوف نفسك فبالتالي المرأة طبعا تنصدم تروح وياه تعالج ماكو فايدة فبالتالي أنت شيئت أقدمت وخليت البنت تسوي عرص وتسوي يعني كذا وهي معتقدة أنه ما فيك شيء وانت تعاني وعندك ملف أو شيء هذا أيضا من المشاكل فيه مشاكل مثل ما قلت لك ممكن حلها وفيه مشاكل الطلاق يكون فرج لها نعم أكثر الحالات قاع شوفها طبعا تافهة نعم إذا بنية على نسبة هل نسبة الطلاق أكثر مع حديثي الزواج ولا اللي صار لهم عمر طويل مع بعض مع الأسف اللي صار لهم عمر طويل واللي توهى والده حديثين الزواج مهما يكون تكون المجاملة شوي طاقية في الحياة الزوجية ما فيها هنا يبين من راح يتحمل الزوج يتحمل كل شوي ودي طبيب يرجع يتحمل شعور الزوجة تكون بحالة يعني من واحدة حرة ما أخذ راحتها كل شي على أهلها مرة واحدة صار زواج وهي صارت أم نعم بتربي بتشيل كذا تحس هنا بالمسؤولية قبع الخدامة الخدامة ما تقلقى سوى كل شي فبالتالي لازم يقدر الزوج أن هذا الآن وصلت الحياة الزوجية إلى مرحلة ثانية الوناسة والسفار ورحت وكنت بروحكم والحياة حلوة صح بس بعدها لما تصير عندك عيال هنا أنت لازم تتحمل مسؤوليتك أكثر هي لازم تتحمل مسؤوليتك أكثر مع الأسف نشوف الأم مثلا الزوج أو أم الزوج اللي تعبت اليدة واللي ربت بترد تربي هذا الحفيد لأنه صار في حالة الطلاق وهذا الجيل مو قادر يتحمل فدائما أنا أكسرون الخاطر من المكتب أشوف أم مثلا أم الزوج هي اللي قاعد حاتي نعم تقول أنا قاعدين مدرسة قاعدة ديبة اليد وهو اللي رد مرة ثانية بها العمر بدلا لا يرتاح دخل فيه معاناة يديدة لتربية الطفل وطبعا مثل ما يقولون ولد الولد أعز من الولد نعم فبالتالي قاعدين نشوف هذه المعاناة فتحمل المسؤولية أصبح جدا نادر فيه تشريع اللي إخواننا في مجلس الأم قاعد أسمع عنه وهو أعطاه دورة تثقيفية قبل الزواج ألزام الزوج يعني يكون ضمن القانون أنه يدخل فيه دورة تثقيفية قبل الزواج نعم شاهد بهالموضوع جدا ممتاز وأشيد يعني الأخوان اللي هم متقدمين بهذا القانون لأنه فعلا بحاجة خلي عرف أهو الزواج شنو يمكن ما سمع يمكن ما عرف عبال الزواج بس وناسه بس أنا متزوج لا الزواج مسؤولية الزواج اليوم أنت لازم تعرف أنه أنت حياتك في السابق مع ربعك وسفرات الشباب والديوانية اللي على طول قاعد هناك كنزين الشالة اللي على طول المزرع اللي على طول بشكل عام أي روتين كنت عايشة لازم تحط ببالك أن هذه بنت الناس ملعبة هم لها وقتها ولها حقوقها ولها هم بعد التزامات الزوجة نفس الشي عشاني قمونا مع زين الزوجة هم بعد نفس الشي لازم تعطيه وقت هم حقه وحق بيته وحق أهله هم بعد ما تحرمه وهم تتحمل مسؤوليته في البيت إذا هذا بيروح الدوام وهي بتروح الدوام والياهل مع الخدامة يرجعون الثنين هم ما حد يمسوي غدا الملابس زي المون ضيفة كل شي معتمدين على الآخرين يصبح البيت مثل فندق فلما يشير مشكلة ويشير طلاق هو أورودي مو محتاجها وهي مو محتاجتها نعم لأنه أنا عندي راتب ونت عندك راتبك الملابس أوردي في المصبغة الأكل ما قعد أحد يطبخ الحياة الزوجية ما في شي اليوم يربطها نعم يمكن حتى وجبة الغداء أول عشاء والطفل ما يقعدون الطفل على الخدم أنا مرة يعني الشي الأساسي اللي يربط بين الزوج والزوجة هو وجود هذا الطفل يفترض إذا أهمى أحمله وقطوه على الخدامة من اللي بيجاب له بالنهاية يفترض شلون هذا الطفل راح يربع شلون الأخلاقيات اللي راح يكتسبها طبعا غير قضايا قتل الخدم حسنا ما قاعد تكلم أيضا عن قضايا الصيف يعني ذكرتيني في نقطة جدا مهمة من أبشع القضايا اللي تصير في الصيف غير عن كل اللي قناة أن يسافرون يخلون الأطفال عند الخدم وبروحهم بالبيوت فلما يرجع يلقى ياب الفرن ياب الثلاجة لا حول الله هي طبعا صارت فيلقى الطفل مقتول نعم وهم رايحين في الصيف فأيضا هذه من ضمن القضايا أنا مرة كنت رايح المطار صادف في نفس الكونتر اليمي راح لحق أحد الدول الأسيوية فشفت تقريبا 200-300 خدامة واليهال عبارة عن روضة من البكاء على الخدم شو صاير تقول كل هذه المربيات واليهال بيموت من البشي أمه مقادرة سحبة لأن الخدامة اليوم بتسافر نعم فشفت الأمهات قلت زين أنتو لما يسافرون تشذي يبتشي قال أو لا ما يبتشي متعلق بالخاطر متعلق بهذه من الولد ليه عمره صار ثلاث سنوات أربع سنوات ما يشوف اللي هذا توكله وتحضنه وتشربه وتنومه وكل شي فبالتالي أيضا من هذه الأمور نعم شلون أستاذي ممكن أن نحنا انتجنب هذا النوع من القضايا يعني ذكرنا قضايا العنف ذكرنا قضايا التعدي على الكادر الطبي وأيضا قضايا الطلاق شون ممكن نحن نتجنبها أول شي نحن محتاجين إلى ثقافة مهمة وهي ثقافة التسامح وأن يكون الإنسان يشعر أنه في فعلا في هيبة للقانون شفنا حتى ما اقطع مو بس اعتداء على الطبيب اعتداء على رجل أمن نعم انتشر اللي قاعد يطقض كان شي جدا مؤسف وقاعد يعني اعتداء زين يعني كان بشكل يعني أثار رأي العام في الكويت فاليوم في ظاهرة للعنف ظاهرة للفوضى جيل طالع يحمل فكر جدا خطير صحيح في بعض يعني الأمور فأحنا اليوم بحاجة إلى ثقافة مهمة من جانب الإعلام من جانب المدارس طبعا أنا نروح كثير من المدارس وعطيهم محاضرات نعم وهذا الشي يعني بشكل خنقول عشرات أو مئات المحاضرات في كل موسم يعني موسم الإطاف أكثر من عشرين مدرسة نعم كنت أروح وعطيهم سوى سوء استخدام مواقع التواصل زي بنين وبنات نعم يعني يعني كانوا كثير من اللابلات يقولون وقت الشرح زين معهم تلفون قاعد يصوروننا وتصير بعض الأمور وتصير بعض المشاكل وأيضا حتى الشباب هم عندهم بعض المشاكل تعاطي وغيره وبيع وشراء مخدرات داخل المدرسة نعم فبالتالي الجانب التعليمي بحاجة أيضا إلى إعادة تأهيل التعليم معلوم وهو راح يدرسها صحيح لكن بره في الغرب ما بس يعلمه الفيزيو والكيميا والعلوم والرياضات لا يعلمه شون يأكل يقعد صح من الصبح ليلة العصر بس يردنا مخلص واجباتها صحيح مسوي كل شيء لاعب الرياضة مالت اللي يحبها مسوي كل ما يحتاجه طول اليوم يرجع البيت ينام يقعد ما عنده أي شيء يسوي هناك فعلا تربية وتعليم فالجانب التربوي جدا مهم لأن الدولة قاعد تاخذها بس الصبح ضغط بالدروس يرجع حق الدولة تدرجنا وين في السجن الدولة أيضا تقوم برعايتها فممكن نحن يعني نعيد تأهيل الجانب التعليمي الإعلام وايد مهم مراكز مثل ما قلت للعنف لأن هذه ممكن تطلع يعني مع الطفل إذا محد عالجه وشاف فيه هذه الظاهرة يعصبه بسرعة والد نقول هذا الولد تروا عصبي ترى طالع على أبوه على أمه حتى لو فيه الجانب الجيني والوراثي ولكن هناك مراكز لو وجدت في دولة الكويت لا بدو أن يعالج وأنا اليوم من الناس اللي الطالب يعني من خلال تشخيصي للحالات والقضايا اللي قاعد نشوفها اللي وصلت هذا القاتل أو هذا المدمن أو هذا اللي يطق أمه هذا اللي يطق أبوه صحيح حالات جدا متعددة نشوف أنه لو من البداية ملاحقين وتم معالجته راح طبعا تنتهي هذه المشكلة نعم أشكرك دكتور على تواجدك معنا طبعا فيه أسئلة كثيرة كان ودنا أننا نسألها لكن ما قدرنا نسأله أنا مصممة على أني أقول لك دكتور يعني أستاذ علي لازم تاخد دكتور إن شاء الله قاعد نكمل وإن شاء الله كل الشكر لك المحامي علي العلي على مشاركتك معنا في برنامج مسائي شكرا لكم وقصرت مشاهدين كانت هذه حلقتنا اليوم نلقاكم على خير إن شاء الله فيه حلقات أخرى فما الله